أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندورلاين أنها اتفقت والرئيس عبدالفتاح السيسي على مبدأ ألا تهجير قصري للفلسطينيين وفي تدوينة لها برحسابها على منصة اكس عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها قالت فوندورلاين أنها متفقة مع رئيس عبدالفتاح السيسي على أفق سياسي يقوم على حل الدولتين مضيفة أنه تمت مناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وجهت الشكرة لمصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هذا وأوضحت فوندورلاين أنه ولتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر يتم العمل على شراكة استراتيجية وشاملة تعود بالنفع على الطرفين